شكراً على الأسئلة المطروحة التي تهم جملة من القضايا التي طبعاً عندها رأيينتها سنبدأ بالسؤال الأول المرتبط بالنظام الأساسي موضف وزارة التربية الوطنية هذا الموضوع من النظام الأساسي موضف وزارة التربية الوطنية تقريباً عددهم 1-300 ألف أقل شوية ولكن كتر شوية جوبونس 300 ألف موضف يشتغلون في وزارة التربية الوطنية الحكومة في إطار النقاش ديالها مع النقابات في إطار الجوالات الحوارية في إطار واحد منظومة جديدة من إصلاح القطاع التعليم كان طبيعي جداً أن المدخل للإصلاح يكون هو حوار اجتماعي مسؤول مع النقابات من أجل حل حالة هذا الملف الذي تأخر طويلاً جداً ولم يكن فيه لمستجد بشكل إرادة من طرف هذه الحكومة عبرت عن رغبتها في إعادة النظر في هذا النظام الأساسي وطبعاً هذا النظام الأساسي الجديد ستكون فيه مجموعة من القضايا التي كانت تطاروح تفهد من دول صحفية حول جملة من القضايا التي ترتبط بالمجال للتعليم اشتغلت النقابات مع الوزارة المعنية بشكل مكتف والاشتغال ما زال مستمراً وكانت توقع أنه في خلال الأسابيع القليلة المقبلة وكانت نصيد الوزير مع النقابات ستكلمه على واحد الأجندة معينة سوف يتم إن شاء الله الإعلان حول هذا المشروع الذي سوف يقدم إجابات مهمة جداً لأسرة التعليم وغادي حط الأسس الصلبة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية نمشينا في المجال الصحة عبر حوار صريح ومسؤول مع النقابات حققنا مكاسب مهمة جداً عملنا الإصلاح المرتبط بالمنظومة الصحية بالقواني الخمس التي تمت المصادقة عليها في البرلمان وهي الآن في طريق النشر قليل تنشر منها عملنا مجهود على مستوى الاستثمار وجاء ميطاق جديد للاستثمار هذه كل هذه اللبنات الأساسية في مجالات ثلاثة محددة كنا المغربة نتفقوا بأن هذه المجالات الثلاث هي الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية الدولة الاجتماعية هي الصحة للجميع الدولة الاجتماعية هي التعليم للجميع دو جودة ويحقق ذلك المعادلة لأنه التعليم يحقق المصعد الاجتماعي الجميع أبناء المغاربة كيف مما كانوا سواء كانوا في البادية أو كانوا في العالم القراوي أو في العالم الحضاري أو في المودة الكبرى أو الصغرى نقدم إيجابة لأحد من المبادئ الدستورية اللي عندنا في بلادنا اللي هي تكافؤ الفرص ولاد المغربية يقروا في ظروفين جيدة وممتازة وطبعا الشيخ الثالث اللي قلت هو الاستثمار لأن الاستثمار هو المدخل الأساسي لتغفير الشغل لأبناء المغاربة عبر معالجة عميقة للموضوع لماذا تتأسس؟ تتأسس بالأساس على واحد الإشكال كنا نطرح في بلادنا هو أن الاستثمار يتمركزه في مدن معينة وفي جهات معينة ويغيب عن جهات أخرى رفعنا من الدعم المخصص لهذا الاستثمار في المناطق البعيدة باش تولي الجهات كلها عندها واحد القابلية من أجل استقطاب هذه الاستثمارات وتوفير الشغل لأبناء المغاربة هذا هو الآن المصار اللي احنا غدين فيه بالنسبة للدفتر للدوابط البيضاغوجي حتى هو يدخل في هذا النقاش هذا وغادي يجي ان شاء الله لكن كان موضوع واحد أخر اللي كنت تتمنى أنه تطرحوا لي في السؤال ديالك هو العلاقة ما بين المدارس الخاصة والأسر الوزارة عاكفة طبعا معها الفيدراليات ديال الأباء وأولياء التلاميذ عموما اللي يشتغلوا على هذه العلاقة هذي كيفاش نوضحوها باش ما يكونوش وطبعا الهدف ديالنا الأساسي هو نحق المعادلة ديال المصلحة ديال التلاميذ تكون فوق كل اعتبار هذي العقد هذي كنت خدبا اللي يتم الآن وضع اللامسات الأخيرة بخصوصه الغاية منه الهدف هو أنه تكون فيه نطفي عليه مزيد من الشفافية مزيد من الوضوح هو أنه المصلحة ديال التلاميذ تكون حاضرة على مستوى الجودة الأسعار منك يبغي وقع شي تحول ديال شي تلميذ من مدرسة إلى مدرسة ما تقوليش موضوع ديال يعني جدال وكذا وتكون الأمور واضحة من بداية العملية إلى نهايتها فهذا موضوع الآن اللي كتنكبع له أيضا الوزارة وسوف يتم يعني الإعلان عنه قريبا جدا واللي الهدف كيف مما قلت هو نوضحو هذه العلاقات بشكل واضح وهذا طبعا واحد من التوصيات ديال المجلس المنافسة والحكومة اشتغلت عليه